يمكن وإحنا بنتكلم دلوقتي فإحنا بنتكلم على الحدث اللي كل العالم كل العالم يتابعه عن كثب كل العالم بالمعنى الحرفي لا يوجد أحد من قادة العالم الآن لا يتابع ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة ويمكن حضراتكم شفتوا الكثير من الفيديوهات الكثير من الصور حول عملية طوفان الأقصى واللي قامت بيها المقاومة الفلسطينية تجاه الاحتلال الصهيوني الأرقام اللي ورده لحد دلوقتي بنتكلم على الآلاف من الإصابات بنتكلم على المئات من الألاف من الإصابات أيضا هناك قتلة هناك المئات من الأسرة هناك آليات تم الاستحواز عليها إلى آخر ومنها MK4 منها هامر منها حاجات كتير جدا وشفتوا آليات كتير كمان من الواضح أنها كانت داخل بعض المعسكرات أو بعض الأماكن بتاعتها تم تصورها وبالتأكيد دي تم اتلافها فيما بعد شفنا طائرات هليكوبتر بتضرب وهي في السماء شفنا الحقيقة مشهد وكأنه يتحدث عن كلمة طوفان الأقصى واضح أنه طوفان كيفما تصفه الجملة أو تصفه العملية بالظبط يمكن ده بيحصل بعد عشرات أو كل مئات من الاعتداءات والانتهاكات من الاحتلال تجاه الفلسطينيين على الأراضي المحتلة والمزيد من الانتهاكات اللي كانت للأسف الشديد بتتخذ مسارتها داخل المسجد الأقصى تجاه الرجال والنساء والأطفال كل الفلسطينيين للأسف الشديد في محيط الأقصى كانوا يتعرضون للانتهاكات المسيئة مش بس للفلسطينيين ولكن المسيئة للعروبة بشكل عام وللإسلام بشكل أيضا أكثر عمومي ويمكن الكثير من المحللين كتبوا في عشرات المقالات تحذيرات أن هذه الانتهاكات وهذه الاعتداءات على المدن الفلسطيني وعلى المدنيين الفلسطينيين مش أتعدي مرور الكرام الكثير من السياسيين كثير من المحللين كتبوا وحذروا بوضوح شديد من أنه هذا الطفان قادم قادم والناس لما بتكتب هذا التحليل الحقيقة ما بتكتبوش من فراغ ولكن استنادا على التاريخ القريب وليس التاريخ البعيد نحن بنتكلم على أنه الفلسطينيين كلما تعرضوا لموجات شديدة العنف من الاعتداء من قبل قوات الاحتلال كان الصبر يبدو طويلا ثم تثور الثائرة يمكن مرتين كنا بنصف ما يحدث بالانتفاضة انتفاضتين انتفاضة أولى ثم انتفاضة تانية أما اللي حصل دلوقتي وحتى طبقا الوصف وحد تعبير الجانب السهيوني فهو حرب تشنها الفصائل الفلسطينية تجاه إسرائيل على حد تعبيره ناس بتتكلم على أنه هناك مش بس أسرة من المجندين الإسرائيليين بعض الوكالات كتبت أن من بين الأسرة أيضا جنرال إسرائيلي ترجمة نانسي قنقر